بين منتقد ومرحب او مرحب على مضض عمر سليمان المغني السوري يعتلي المسارح في العواصم الغربية ليصبح ظاهرة فنية تحظى باهتمام الجمهور الغربي غطرة وعقال نظارات شمسية هي المظهر الذي اختاره عمر سليمان وما اطفى طابعا غريبا عليه هو نمط الاغاني التي يؤديها وطريقة تصويرها التي اعتبرها الكثيرون مؤشرا على الانحطاط الفني وانهيار الذائقة الفنية رافضين فكرة مساعدة انتشار هذا الفنان في الغرب على انه فنان عربي سوري وهو ما يسيء الى صورة السوريين انا حبيت اكون بهذا المهرجان ان هذا مهرجان سلام ربما كان عمر سليمان ظاهرة عابرة ولكن ما فجر الخلاف والجدل حوله هو اختياره لاحياء حفل جائزة نوبل للسلام الامر الذي اعتبر اساءة مقصودة لشعب السوري ومحاولة تصويره بطريقة المستشرقين وصورهم التقليدية عن العربي ويقول المعترضون ان هذا الاختيار يتجاهل عن عمد التاريخ الفني السوري العريق ولكن بعيدا عن الحماسة للذائقة الفنية من الواضح ان الغناء في العالم العربي قد انهار منذ زمن بعيد مع انتشار ظواهر مثل علي الديك واشقائه او اغاني الراب المعربة وشعبولة واغاني المهرجان البذيئة في مصر مغنون من امثال عمر سليمان منتشرون منذ زمن طويل في العالم العربي وسوريا بالذات وان كان هذا النمط مقتصرا على الكبرهات والملاهي الليلية او تنتشر اغانيهم في الكراجات حتى الان لا يوجد تفسير واضح لانتشار اغاني عمر سليمان في اوروبا ربما الجمهور هناك يبحث عن الظواهر الغريبة او كل ما هو مختلف او يعبر عن حالة ملل او ببساطة انجذب اليه لانجذاب الجاليات العربية في الخارج على اي حال تجتمع في عمر سليمان اشكال فنية متعددة فهو من مدينة رأس العين المختلطة بين العربي والاكراد ينتمي الى الوسط العربي العشائري ولكن فرقته الفنية من الكرد وما ينتج عنه فنيا هو في نهاية الامر التوليثة فنية مختلطة فيها كلمات كردية وعربية وكذلك الالحان اما الطريقة التي يؤدي فيها المطرب كليباته فهي عشائرية خالصة وفي هذا الموضوع ورغم الانتقادات عليها ظاهرة عمر سليمان تعبر عن تواصل كردي عشائري عربي لم يعد موجودا في العالم الحقيقي الا على شكل غزوات واختطاف وتطهير عرقي وفي هذا الجانب بالذات ربما يبدو عمر سليمان ظاهرة تستحق التوقف عندها ترجمة نانسي قنقر